السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد في مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول ودرسنا اليوم قراءة نص بعنوان معلمنا الأول أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على تحديد أفكار النص الرئيسية والفرعية استنتاج أهم القيم والمبادئ التي يشير إليها النص إبداء رأيه في موقف أعجبه في النص أقرأ النص بتماعن وأجيب عما يليه من أسئلة معلمنا الأول كان ذلك منذ عشرين عاما أيما كان أبي موظفا في أحد المراكز ووالدا لخمسة أبناء كنت أنا أكبرهم وكنت شديد الإعجاب به شديد الحب له منذ تفتحت عيناي على الدنيا كنت أعتقد وأنا صغير أنه ليس على وجه الأرض رجل أعظم من أبي ولا أغنى من أبي ولا أرق قلبا من أبي إن رقة قلب أبي وحنانه ظلت موضع إعجابي على مر السنين كانت أعماله الوظيفية في المركز لا تقتضي عودته بعد الظهر لأنه كان يشغل إحدى الوظائف الكتابية ولذلك فإنه كان يلزم بيته منذ هبوط المساء خصوصا أن القرية التي كنا نعيش فيها كانت تهجع في وقت باكر حيث تخلو من المحلات والأندية وما إلى ذلك مما يشجع على الخروج ما كنت أستطيع أن أتصور أبي جالسا في البيت كما يجلس الناس كان لابد أن يعمل شيئا وكان يقول عن يديه ضاحكا مازحا إن هتين لا تعريفان كيف تستقران إلا وأنا نائم وما دام لابد لهما من الحركة فلماذا لا أعمل شيئا ثم يختم كلامه مؤكدا على ما يقول وكل حركة فيها بركة كنت أعود من المدرسة فأراه منهم همكا في عمل من الأعمال اليدوية التي تستأثر بالانتباه وأرى إخوة الصغار متجمعين حوله يتطلعون في فضول ويسألون في إلحاح وثغثرة وهو يجيب بذهن شارد ويداه لا تكفان عن العمل فكراسي الخيزران الموجودة في بيتنا هو الذي يقوم بإصلاحها كلما تقطعت ويعيد دهنها بالطلاء البني وصنابير المياه تصلح بيديه والمكتب الجميل ذو الأدراج الخمسة الذي كنت أجلس عليه أنا وأختي من صنع يديه وكذلك السلم الذي نصعد به إلى سطح المطبخ وإذا تعطل المنبه فكه قطعة قطعة وأعاد وضعه من جديد تلف على يديه لكنه ما كان يبالي ثم أكسبه نجاحه في معظم ما عمل ثقة لدينا جميعا فأصبحت أمي تسلمه آلة الخياطة كلما أصابها خلل وعند هبوط المساء كان أبي كل ليلة يلبي حاجة كل واحد منا يشرح لي قواعد الحساب ويراجع جدول الضرب مع أخي الذي يصغرني ويحكي لأختي حكاية قبل النوم كنت أشعر أن أبي مثل النهر الكبير ينهل منه كل من أقام على شطه فيرويه بعذوبة وسماحة لا تنقص من مائه شيئا اكتسبنا من أبي حب العمل فأصبحت على أيدينا جميعا شارات العمل وفي قلوبنا ميل إليه فأختي تنسج الصوف في وقت فراغها وأمي تخيط ثيابنا وأنا أصنع من القش مراوح وسلالا حتى إذا حان وقت النوم رفرف على البيت سكون عميق يشعرك بالراحة والاطمئنان حيث أنه وافد بعد ضوضاء معاني المفردات منهمكا مستغرقا في العمل ومنشغلا به الحاح المواصلة في طرح السؤال بشدة خلل عطب وفساد يلبي يستجيب عذوبة حلاوة سكون هدوء وصمت الفكرة العامة اعتزاز الإبن بخصال والده معتبرا إياه معلمه الأول في الحياة أما الآن فسنشرح الأفكار الفرعية في النص أولا إظهار الراوي إعجابه بصفات والده حيث اتصف الأب بخصال عديدة جعلته محط فخر الإبن الأكبر وإعجابه به ومن أبرز تلك الخصال رقة القلب العطف والحنان حب العمل ثانيا شغف الأب بالعمل وتعلقه به يعود الأب من وظيفته بعد الظهر ليستأنف العمل بهمة ونشاط في مزاولة بعض الأعمال في بيته وخاصة أن أهل قريته كانوا يهجعون باكرا وذلك لاعتقاده بأن البركة في الصحة والرزق تكمنان في الحركة والعمل الدؤوب ثالثا متابعة الأبناء لوالدهم أثناء انهماكه في الأعمال اليدوية العديدة في البيت يشير الراوي إلى متابعة الأبناء لأبيهم أثناء انهماكه في العمل في كافة مرافق البيت مثل صيانة صنابير المياه والمكاتب الخشبية والكراسي وتصليح الأشياء المعطلة كالمنبه وآلة الخياطة الخاصة مما جعله يكسب ثقة جميع أفراد الأسرة رابعا حرص الأب على استمرار عطائه برعاية أبنائه وتلبية حاجاتهم يستمر عطاء الأب ودوره الأساسي في الأسرة من خلال تلبية حاجات أبنائه ورعايتهم بكل حنان فشبهه الراوي بالنهر الجاري الذي يعطي بلا نقصان وهي صورة تعبيرية جميلة تدل على وفرة عطاء الأب لأبنائه وشدة حب ابنه له راوي القصة خامسا ميل جميع أفراد الأسرة لحب العمل أسوة بالأبي إن عكس تفان الأبي في العمل على الأبناء فقد ورثوا عنه تلك العادة الحسنة ويتضح ذلك من خلال ميل كل منهم إلى عمل معين مثل نسج الصوف وخياطة الثياب وصنع المراوح والسلال من القش والآن أعزائي الطلبة جاء وقت الأسئلة وعليكم الإجابة عن الأسئلة الآتية في ضوء فهم النص السؤال الأول أعدد الشخصيات الواردة في النص لديكم من الوقت دقيقتان لإجابة على هذا السؤال شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أحسنتم أعزائي الطلبة فلنتأكد من الإجابة الشخصيات الواردة في النص هي السؤال الثاني أذكر بعض الصفات التي اتصف بها الأب من الفقرتين الأولى والثانية لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا السؤال شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة الصفات التي اتصف بها الأب من الفقرتين الأولى والثانية هي رقة القلب العطف والحنان غنى النفس السؤال الثالث كان الأب يلزم بيته منذ هبوط المساء وضح السبب لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسنتم كان الأب يلزم بيته منذ هبوط المساء لأن القرية التي كان يعيش فيها تهجع في وقت باكر حيث تخلو من المحلات والأندية وما إلى ذلك مما يشجع على الخروج السؤال الرابع استخرج من النص العبارات الدالة على كل مما يأتي ألف عدم توقف الأب عن العمل إلا عند النوم با شدة إعجاب الراوي بوالده واعتزازه به لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العبارة من النص هي إن هاتيني لا تعرفاني كيف تستقراني إلا وأنا نائم با شدة إعجاب الراوي بوالده واعتزازه به العبارة من النص هي كنت شديد الإعجاب به السؤال الخامس كنت أشعر أن أبي مثل النهر الكبير ينهل منه من أقام على شطه بما شبه الراوي الأبا في العبارة السابقة لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا السؤال اشتركوا في القناة 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 أحسنتم شبه الراوي الأبا كالنهر الجاري الذي يسقي جميع من حوله ويعطيهم بلا تقصير أو نقصان السؤال السادس استخرج من الفقرة الأخيرة كلمتين متضادتين لديكم من الوقت دقيقة واحدة للإجابة على هذا السؤال شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكلمتان المتضادتان هما سكون وضوضاء السؤال السابع وضح أثر حب الأبي للعمل في سلوك أفراد أسرته لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسنتم فلنتأكد من الإجابة ما للأبناء إلى حب العمل أسوة بأبيهم فأصبحوا ينسجون الصوفة ويخيطون الثيابة ويصنعون من القش المراوح والسلالة النشاط الختامي اختر التعبير الأجمل مع التعليل ألف حتى إذا حان وقت النوم رفرف على البيت سكون عميق بأ حتى إذا حان وقت النوم نام جميع أفراد الأسرة لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحسنتم التعبير الأجمل هو رفرف على البيت سكون عميق التعليل لأنه يتضمن صورة خيالية شبه فيها الراوي السكون والهدوء بالطير الذي له جناح ويرفرف فوق البيت أذكر درسين استفدتهما من النص لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أحسنتم الدروس المستفادة من النص حب العمل بر الوالدين التعاون بين أفراد الأسرة الإخلاص في العمل والتفاني فيه وإلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من هذا الدرس نلتقي بكم مجددا في درس جديد ترجمة نانسي قنقر